من هو أبو هريرة رضي الله عنه هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكان يعرف بالجاهلية باسم عبد شمس بن صخر وعرف أبي هريرة بأنه كان راعي للأغنام وهو صغير مع هرته الصغيرة التي كان يحتفظ بها في الشجر ليلا حيث كان يعطف عليها ويرعاها ويطعمها ولد سنة 19 للهجرة في قبيلة دوس وأسلم في السنة السابعة من الهجرة عندما كان في الثامنة والعشرين من عمره وفي هذا الفيديو سنعرفكم عليه أكثر عرف أبو هريرة بكثرة روايته للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبمنازمته له حيث صاحبه لمدة ثلاث سنوات ولم يفارق أبدا وروا عن أبي هريرة 800 صحابي وتابع من بينهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس مما يدل على كثرة حفظه للأحاديث كما كان من القراء المشهورين الذين حفظوا القرآن الكريم وعلموه للآخرين حيث كان محبا للعلم وكان طلابه يقبلون عليه وعرف أيضا بأخلاقه الحميدة حيث كان متواضعا وبقوة ذاكرته وعدم قدرته على النسيان وبمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته كما عرف بعطفه الكبير على الحيوان كان أبو هريرة شديد الفقر حيث كان يربط على بطره حجرا من شدة الجوع وفي أحد الأيام خرج وهو جائعا فمر به أبو بكر فسأله أبو هريرة عن تفسير آية ما ففسرها له وانصرف علما بأن أبا هريرة يعرف تفسيرها إلا أنه أراد منه أن يستحبه لبيته ليطعمه فمر عليه عمر بن الخطاب وفعل معه كما فعل مع أبي بكر إلا أنه رد عليه كما رد أبي بكر وانصرف فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ما يرد وأخذه إلى بيته فوجد لبنا في قدح فقال من أين لكم هذا قيل أرسل به إليك فقال النبي أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فأدعوهم فحزن أبو هريرة وقال في نفسه كنت أرجع أن أشرب من اللبن شربة أتقوى بها بقية يومي وليلتي ثم قال في نفسه لا بد من تنفيذ أمر الرسول وذهب إلى المسجد ونادى على أهل الصفة فجاءوا فقال في نفسه إذا شرب كل هؤلاء ماذا يبقى لي في القدح فآتوا معه إلى بيت النبي فقال له النبي أبا هر خذ فأعطهم فقام أبو هريرة يدور عليهم بقلح لبن يشرب الرجل منه حتى يرتوي ويشبع ثم يعطيه لمن بعده فيشرب حتى يشبع حتى شرب آخرهم ولم يبقى في القدح إلا شيء يسير فرفع النبي رأسه وهو يبتسم وقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنا قلت صدقت يا رسول الله فقال الرسول فقعد فاشرب قال أبو هريرة فقعدت فشربت فقال أشرب فشربت فما زال النبي يقول لي أشرب فأشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا فقال النبي ناويني القدح فأخذ النبي القدح فشرب من الفضلة شهد أبو هريرة العديد من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد كافة الغزوات في عهد الخلفاء الراشدين حيث شهد حرب الردة مع أبي بكر وحرب مؤتة مع المسلمين وعرف بموقفه من الفتنة الكبرى حيث اعتزلها ولم يلابسها تولى أبو هريرة إمارات البحرين في عهد عمر بن الخطاب وكان نائبا لمروان بن الحكم على المدينة وأميرا عليها في حال غيابه وكان ناصحا للآخرين حيث يأمرهم بالمعروف وإنهاهم عن المنكر فقد عاش لا يبتغي شيئا من الدنيا غير رضا الله وحب عباده للمسلمين توفي أبو هريرة سنة 57 للهجرة أي في سنة 676 في المدينة المنورة عن عمر يناهز 87 عاما ودفن في البقية